عايزك تقوليلي سريعاً أكتر ثلاث أبراج حظهم حلو في عشرين أربعة وعشرين؟ الجادي وجوزاء والميزان أكتر ثلاثة يستمتعوا؟ جداً جداً وينتظروا الخير والسعادة إن شاء الله ليلي العكس بقى أكتر ثلاث أبراج يعني ما قال لا مش عايزين نخلي حدي يتشاهم طبعاً؟ مفيش حاجة بنخاف منها اللي بيجي الحسن منها الخوت ممكن يبع عنده شوية معاكسات الدالو برضه ممكن يبع عنده شوية معاكسات العقرب عنده شوية معاكسات العزراء عنده معاكسات وليلي أكتر الأبراج الخينة خاصة في الرجالة اللي يعنيهم زيغة وبيخونوا لا حبيبتي يعنيهم زيغة كل الرجال يعنيهم زيغة خلينا نتطافك على كده بس كل رجل ولو لمت فمنقدرش نحددها في الأبراج لكن في أبراج ما بتقررش تمسك نفسها مع الستات زي الجوزاء مثلاً وزي مثلاً برج العقرب بيحب الستات جداً حباً جمل أنت قلت الجوزاء والعرب أنا قلت أول حاجة هتقولي على الأسد معروف أن بيحب البنات برضو جداً خلوا بالكم منه هاوي لأن برج الأسد ممكن يوهمك ويطلعك في حتة وحيتة وحيتة وينزلك على راشة زي ما بيقولوا فخلي بالك من الأبراج اللي تقولي عليهم صاحب صاحبه فعلاً وبرج الجدع كده الحمل والجدي جداً 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 ما يسيبوش أصحابهم حتى لو كانوا في مأساة ويقف معهم وكتف بكتفه ودايماً تلاقي صاحبك وحبيبك وكفاءة زي ما بيقولوا من الأبراج اللي زعلها وحش قوي ولما تيجي تصلحيها بتاخدي وقت وبيبقى المصالحة العقرة بقلبيته وحشة لو لف ظهره ولف وشه ما بيرجعش يبصي لك مرة تانية والعزراء غضب وحش وزعل وحش ودايماً بيتكتك وبيخطط ولازم ياخد حقه الأسد برده ما بيسيبش حقه خلي بالك لو قلنا مين الأبراج الطيبة مين الأبراج اللي لأ الجدي من أكتر الأبراج الطيبة جداً بزيادة ما إن بيقولوا عليه عنيد ماليش علاقة أنت بتقولي طيبة مش كده ماليش دعوة بقى بالعند كل الأبراج عنيدة من الأبراج النريية عنيدة كل الناس عنيدة مين أكتر الأبراج الرومانسية بس تقوليها لي من ناحية الستات رومانسيين وبيحبو طبعاً عايش في الأحلام وفي الأوهام ودايماً كده ماشي مع نفسه وكده خالص ولا لا خالص خالص يعني مين تاني من الأبراج الستات؟ في الستات برضو ممكن نقولك الجوزاء والأسد الأسد لما بيقول سرطان بس الأسد بما بيحب بيحب بقى بكل ما عنده بوعزما ما فيه زي ما بيقوله هتقول لي أكتر ثلاث أبراج من الستات بيجذبوا الرجال قوي بيبعليهم كاريزمة قوي الأبراج كاريزمة في الستات وبرضه في الرجال علشان تكونوا عارفين ده وبرضه عندنا برج الجوزاء في الستات جاذب جدا ليهم والحوت الأبراج اللي بتتوافق مع بعض خاصة في الارتباط أو الجواز والأبراج اللي تقول لي لأ بلايش دالوا مع الآزد متوافقين العزراء والعقرب متوافقين جدا بلايش مثلاً أقرب مع أسد بلايش بلايش مثلاً برضه نقول ميزان معهوت ما يتوافقوش قوي بلايش نحط البنزين جنب النار زي ما بنقول ممكن مين تاني دالوا والسرطان دالوا والسرطان متوافقين إلى حد كبير بس هما الاتنين في بينهم وبين بعض عند كبير قوي وكلها هتفي معايز شخصيته للتاني فالتوافق هنا ما بيكونش توافق كويس على قد ما بيكون فيه تنافر لو قلنا مين هيكون ترند السنازي أو مين هيبقى أقصر نجومية من وجهة نظرك يا دكتور أي حد برج الجدي وبرج الجوزاء وبرج الجدي وجوزاء وقلنا مين تاني وميزان هيبقى عندهم نجومية عالية جداً من المشهير لو هتقول لي لي اسم وانا أقول لك عايزة مين يا دكتور كنت قبل ما نصور كنت بتقول لي لي من الأسماء كنت أسمي لي دلالة معينة تعرفي حرف الحه في اسمها السنازي محمد محمود أحمد حامد سامح سماح أي حد يعني ترتيب الحه في اسمك عندك حب جديد وعندك نجاح الناس اللي عندها حرف الراء على فكرة حنا هنا بنتكلم لأن الحروف دي في حسبة الحروف أو في حاجة اسمها حساب الجمل اللي هي الأبجاد هوز ترتيب الحروف دي رابطي تمانية زي الهيه لا صوري الحه الراء النون في ترتيب الجمل ياما الجمل الكبرى أو الصغرى هنا الناس اللي عندها رأى مثلا واسمها عندها انفراجة مدية وعندها سراء وعندها غناء وعندها كل كل ده الناس اللي عندها مثلا حرف النون النون عندهم برضو انفراجة عالية جدا نعميعو عندوش حاجه نعمي معوض على جنب عاذ ينومي نشوف له هيكون حظة ايه بس انا شايفة اللي اظن الله عندو نجاح كويس جدا لان عندو اسم حلو ممكن يتعرض مثلا بس ان هو يضطر يدفع نفسه في شيء ماء او حاجه هو حيطلع يدفع عن نفسه فيها حد هيتهمه بحاجة ويبقى عايز يقول لا يا جماعة ما حصلتش الحاجة دي هتكون بخصوص حاجة مهنية هتحصل في حياته لكن انا كمان شايف ان هو عنده نجاح وحي يحقع حاجة كبيرة جدا جدا احتمال كبير جدا 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 ان السنة دي يبقى هو الاعلى والاعلى والاعلى في شهر رمضان او في الدرامة الرمضانية عمر دياب عمر دياب تفتكري ممكن يتجوز في 2024 عشرين عنده تحقيق سروة جديدة السنة دي ان شاء الله باذن الله لانك حرف الراء من الحروف اللي عندها تحقيق لسروات فاسم عمر ان شاء الله باذن الله عنده نجاح مدى انما جواز بقى والكلام ده لقا تعني نشوف الطرور ممكن يقول ايه عنده السنة دي والله بيقول اقل انت احتمالي بقى عندك حب جديد انا مش عارفة دي جوازة بقى دي ولا ايه بس طلع له ملكة الكؤوز او الكوينوف كابس يعني حاجة ليه علاقة بالحب وليه علاقة بالشيرين وهاب شيرين عندها تحقيق سروة وعندها نجاح السنة دي حتحققه جمد جدا 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 وحسام حبيب عنده حب السنة دي واحتمال كمان يكون عنده حرب حيدخل فيها لان حرف الحا مرتبط بالحب ومرتبط بالحرب فحاجة من الاتنين يا عندك حرب حتدخلها مع حد او خلافات حتخش فيها مع حد يا اما عندك حب جديد انت هتدخل فيه قريب جدا يا أساس حسام يا حبيب تعالى نشوف شيرين اللي احنا بنتوقع لها تحقيق سروة مهولة وتحقيق نجاح فعلا ده مجاشا عندها تحويل حالة من حالة لحالة تحويل جزري في حياتها كله ما عندهاش حب وحشة سنادي عندك نجاح جدا جدا أستاذة شيرين انا بتفائل بالخير ما عندهاش حزن ما عندهاش زعل ما عندهاش اكتئاب ما عندهاش اي حاجة وحشة سنادي حتى ما عندهاش فشل ان شاء الله بإذن الله أستاذة شيرين انا بتوقع لها بإذن الله نجاح وتغيير حالة وخروج من حالة سيئة لحالة أحسن بكتير توقعاتك ايه في 2024 من نسبة للوضع في فلسطين والحرب ما بين فلسطين وإسرائيل يعني نتمنى ان الحرب تنتهي قبل 25 25 25 قبل ما يكمل معنا السنة يخرج من برج الجوزاء انا اتمنى ان ده يحصل مستمرة او مستمرة الوضع في فلسطين هيتحسن جدا احنا متفقلين خير بس امتا دي انا ما قدرش اقولك فيها اي حاجة لان السنة دي زي ما بقولك كده حرف الحا هو اللي بيحكم السنة فالحا رايحة للحرب فممكن جدا يبقى فيه حرب قوية جدا بتحصل السنة دي اه كلميني عن لو هيحصل فيه كوارث طبيعية مثلا زلازل براكين يمكن يبقى حرائق كتير الحرائق دي بس بعيدة عنينا احنا في مصر ان شاء الله بإذن الله ومعندناش كوارث طبيعية ان شاء الله هتحصل قد طبعا ممكن اي حاجة في اي لحظة تتغير القدر بيد ربنا سبحانه وتعالى بس ممكن يحصل حرائق كتيرة جدا في غابات او فماكن بعيدة عنينا احنا ممكن يحصل براكين طبعا دي تسبب برضو في الحرائق وممكن يحصل فيضانات بس دي مش هتكون كتيرة قوي على قد ما هيكون فيه هي المشكلة كلها في النيران مع ان ان احنا قلنا فيه كازا بورجة هيتجوز وهيخطب وكده كلميني عن اسعار الدهب هتبقى عاملة ازاي احنا عرفين ان هو عالي جدا في فترة تيه فهل هينزل ولا ايه كده كده يرتفع في كل الاسعار في العالم كله مش عندنا احنا بس فاقتصاديا العالم كله هيبقى عنده رفعات كتير حتى احنا هنا في مصر مش الدهب بس اللي ممكن اكلمك عنه انا ممكن اكلمك كمانما عن ارتفاع في سعر زيوت هيحصل في مصر الالبان هيبقى فيها زياده الحاجة الوحيدة اللي احنا مترن نطمن الناس منها هيوجود الامحة مثلا في مصر ان شاء الله بإذن الله نشيبقى عندنا زيادة في الامح أو زيادة في أسعار القمح بالعكس سيكون有一 Marg CE عندنا أيضا ساقط الزراعة القمح سيكون هناك زيادة O Amar لن يكون هناك نقصان ocide 23 kehidda 23 في العالم celebrate ستكون أسعارها عالية للمحظة بال MINTE و تبقى أسعار continua هتزيد بشكل ملحوظ جداً وحاجات تانية هتبقى الأسعار فيها إلى حد كبير هينة وهتبقى كويسة آخر سؤال الوضع الاقتصادي في مصر شايفة زي توقعاتك إيه للسنة الجديدة؟ أنا شايفة أنه ممكن يفضل حيبقى إلى حد كبير محتمل لغاية شهر 11 في حدث هيحصل تخص بلدنا حدث سواء إيجابي أو سلبي؟ إن شاء الله مش شايفة حاجة وحش أنا شايفة أن إحنا عندنا انتصار بإذن الله مصر برج التور أصلاً وبرج التور المشترى موجود عنده به ده برج أصلاً ثرابي فإحنا لو قولنا أنه المشترى هيه مصر برج التور أحيى برج التور أنا اطلقيت لقتها برج التور هيا لو برج التور أي وكب الساعد سوف يتدفعل لغاية 24-5 ويتنقل لبرج الجوزاء اللي هو بيتها الأول اللي هو بيت التور الأول الجوزاء جوزاء فمعندنا برضو حاد ساعد السنة أنا مش شايفة إن شاء الله بإذن الله أنه ليس لأحداث يتخاف علينا السنةπόνGirl اشتركوا في القناة